كيف يمكن أن يحافظ الإنسان على صحته بدون أمراض أو مشكلات صحية؟ وكيف يمكن أن يوازن نظامه الغذائي مع وزنه تجنباً للسمنة التي تسبب أمراضاً خطيرة كالسكر والقلب؟ هدف تسعى إليه البحوث الطبية الغذائية أملاً في بناء عالم خال من الأمراض الأبحاث الأخيرة حول هذا الموضوع تناولت الحبوب الكاملة التي تعد أحد المكونات الأساسية لوجبات الطعام على اختلاف أنواعها بين الشعوب إذ ذكرت دورية جامعة الطبية الأمريكية أن الأشخاص الذين يتناولون الحبوب الكاملة في غذائهم ربما يكونون أطول عمراً ومن الممكن أن تقل فرص إصابتهم بالأزمات القلبية الباحثون ذكروا أن دراسات سابقة أكدت على أهمية الحبوب الكاملة كالقمح والشعير والشوفان وحبوب الذر الصفراء على صحة الإنسان وبين سطور الدراسة معلومات تفيد بأن الرجال والنساء الذين استهلكوا مزيداً من الحبوب الكاملة كانوا أكثر حظاً من حيث النشاط البدني عن غيرهم على أن يقترن ذلك بالإقلال من التدخين وتناول وجبات صحية وبالتزامن مع هذه الدراسة معهد السولك للدراسات الحيوية طور عقاراً جديداً قادراً على خداع الجسم البشري وإهامه بتناول وجبات وهمية لمكافحة المعدلات المتزايدة للسنة ويحكي هذا العقار الإشارات التي يصدرها العقل لدى تناول كميات كبيرة من الطعام مما يحسن عملية التمثيل الغذائي للإنسان ويساعد على حرق الدهون بشكل أسرع العلماء وصفوا هذا العقار بالوجبة التخيلية التي يمكن أن تقوم بتغيرات جذرية عند تناوله ولأنه لا يزال على الفئران يأمل الباحثون ببدء التجارب على البشر بعد ثلاث سنوات مع التأكيد على ضرورة استخدام هذا العقار مصحوباً بنظام غذائي صحي ومتوازن تنضم لينا من دبي اختصاصية التغذية الدكتورة لما النائل صباح الخير دكتورة لما قبل أن نتحدث عن السحر في الطب وتحديداً هذه الحبوب السحرية التي ربما قد تكون بديل لوجبة طعام كاملة دعيننا نبدأ الحديث عن ما هي الحبوب الكاملة وأين نجدها صباح الخير داليا الحبوب الكاملة بنقصد فيها طبعاً مثل ما ذكرنا بالتقرير الأمح ومع أشرته الأمح الكامل أشوفان، الدراء، الشعير، الأرز الكامل بالإضافة للكينوة طبعاً في أنواع أخرى كمان من الحبوب لكن هاي أكتر الحبوب اللي نحن منستهلكها بشكل عام تقريباً كل الدراسات العلمية أثبت تقديش كتير مهم الأشخاص نتناول الحبوب الكاملة يعني ما نأخذ طبعاً الحبوب المقشورة ما نتناول الرز الأبيض نأخذ الرز الأسمر اللي هو غني بالقشرة وغني بالمغذيات وأيضاً طبعاً كمان بالإضافة للشوفان والأمح نفس الفائدة بتكون بالقشرة أكتر من لب الحبوب طب دكتورة لما في ماذا يكمن أهمية هذه الحبوب الكاملة؟ بماذا هي غنية؟ طبعاً أنا حابة بسط شوية الموضوع أقول أن الحبوب تتكون من تقريباً ثلاث طبقات لنحكي عن حبة الأمحة تتكون من القشرة الخارجية اللي هي بتكون الانخالة أو القشرة البران نقدر نسميها والطبقة اللي بعدها بتكون هي عبارة عن القشرة الخارجية للحبوب وداخلها بتكون لب الأمحة طبعاً بيكون القشرة الخارجية هي غنية بالألياف يلي جسمنا نحنا ما بيمتصى لكن هي بتقوم بعملية تنظيف للجهاز الهضمي بتخفض من معدل الكوليسترول وبتخفض من معدل سكر الدم شان هيك نحن منقول الأشخاص يلي عندهم طبعاً دايابيتز أو سكري يجب أن يتناول الحبوب الكاملة حتى نحن يصير عنا تخفض بمعدل سكر الدم وانضباط بمعدل الأنسلين طبط طريقة تحضير هذه الحبوب لما هل يؤثر في قيمتها الغذائية؟ بكل تأكيد طبعاً كلامك صحيح بكل تأكيد إذا نحن طبعاً ألينا أو استخدمنا كتير توماتش دهون وزبدة ومواد دهنية وحطينا كتير ملح لتحضير الأمح أو تحضير طبعاً الرز أو الكينوة هون نحن منكون عم ناخد أكيد ما عم ناخد القيمة الغذائية الصحيحة طبعاً حاب أضيف أن القشرة الخارجية اللي عم نحكي عليها أنه هي القشرة اللي بعد المنخالة كتير مهمة غنية بالفيتامينات بي وغنية بالمعادن مثلاً على سبيل المثال عندنا نحن الكينوة هي من الحبوب الوحيدة اللي بتحتوي على أحماض أمينية أساسية كاملة ضرورية لطبعاً الجسم واللي ما بيصنعها الجسم تقريباً تحتوي على 8 من الأحماض الأمينية الأساسية اللي هي ما بيصنعها الجسم هي تعتبر غنية بالبروتينات النباتية وقليلة جداً بالكربوهيدرات والنشويات اللي هي ما بتكون نحن بدنا ياها زيادة ما هي الكمية المثالية من الحبوب الكاملة التي يجب أن يتناولها الإنسان ليحصل على كل القيمة الغذائية المفيدة من هذه الحبوب هلأ الكمية المثالية للحبوب الكاملة يعني غنية بالألياف هون تعتمد على الحالة الصحية للشخص إذا كان عندنا شخص طبعاً عنده مشاكل بالكلون أو عنده مشاكل بالهضم وممنوع عن تناول كمية عالية من الألياف في أشخاص بيكون عندهم مشاكل بالجهاز الهضمي إذا زدنا كمية عالية من الألياف بتنعكس عليه هون بالسلبان هون طبعاً أنا بديقول أنه نحن الكمية تضبط حسب الحالة الصحية للشخص إذا كان الشخص ما عنده مشاكل صحية سيدة عادية ممكن نقول 6 حصص غذائية على الأقل يومياً طبعاً هلأ حقول شو يعني حصة والأطفال نقدر نقول نحن لازم يتناولوا 9 حصص على الأقل المرهقين والرجال أقل شئ 10 حصة الحصة داليا هي تعتبر 30 جرام يعني نصف كوب من الأرز أو نصف كوب من الماكرونة المسلوقة أو حبة بطاطا متوسطة الحجم هذه تعتبر حصة غذائية لكن اللي حاب بيقولوا أنه في كتير أكيد سيدات وأشخاص بتعرفيهم وأنا أكيد بعرفهم أنه هن بيوقفوا النشويات إذا هن حابين يضعفوا هذا الشي خطأ خطأ كبير لأنه النشويات هي غذاء للعقل والعضلات يعني الشخص يلي عم يمارس رياضة كتير مهم يزيد من معدل النشويات الصحية اللي عم يتناولها أما الأشخاص يلي بيكونوا هن سيدات الحوامل كل الدراسات أثبتت إذا المرأة الحامل خفضت من معدل تناولها للنشويات بيكون البي وقت بيولد وزنه أقل الطفل المولود أقل وزنه من المعدل الطبيعي وأكيد بيكون كمان غير جيد دكتورة لما نعود من حيث ابتدأنا الحديث عن السحر في الطب يعني الآن العلماء يقومون بتطوير وتصنيع حبة ربما قد تكون يعني بديلة لوجبة غذائية كاملة ما رأيكي في هذا السحر؟ هلا بكل تأكيد إذا كان الشخص سليم ما عنده مشاكل صحية أكيد مثل أي اختصاصي تغذية نحن دائما مننصح به السلوب الحياة الصحي وتغذية المثالية هي دائما منتلفة فيها كل شيء لكن إذا كان عنا شخص عنده مشاكل بالأساس عامل ممكن عامل عملية مثلا أصمادة أو عامل عمليات جراحية تمنعه عن تناول كميات كبيرة من الأكل وما عم يقدر ياخد كل المغذيات لا مانع لكن أنا مفضل للأمانة العلمية أنا أبدا مفضل هذه الحبوب مثل الأوبالون اللي هي درجة من شي سنة الحبوب طبعا اللي بتعطينا قيمة غذائية عالية حتى أنا ضد الفيتامينات اللي مالها دواعي طبية أنه نحن نتناولها بشكل عشوائي أكيد هاي بتسبب إجاد للكلية وكل شيء غير طبيعي الجسم بتعامل معه بطريقة غير طبيعية وبالتالي نحن ما نعرف طبيعي صحيح اختصاصية التغذية الدكتورة لمن نائلي شكرا جزيلا لك على هذا الحوار